صباح الخير والساعات والوصفات اللذيذة بزيادة وهنعمل بتنجان أحلى صنية يلا بينا نشوف هنحتاج إيه طبعا هحتاج عندي البتنجان الرومي الأصمر ويده هاخسله كويس جدا طبعا وابدأ كده نضافه زي ما انتوا جايفين بالطريقة دي الصنية بتاعتنا دي يعني مش هنستخدم فيها ولا لحوم ولا فراخ ولا أي حاجة احنا هنستخدم بس النهاردة البتنجان معنا وهستخدم معايا كمان البشامل وهنعمل أحلى صنية مساقة بس بطريقة صحية 100% يلا بينا بقى نقطع كده زي ما انتوا شايفين احنا قشرناه خلاص بالطول تأشير جزئي عشان نستفيد من المواد الغذائية الموجودة في القشرة والحديد الموجود فيها بالصمك طبعا اللي انتوا شفتوه ده بالزبط هبدأ قطعك كده شريح رفنها وسط يعني هي ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي نخلص بقى كل الكمية بتاعتنا ونشوف بعدها هنعمل ايه خلصنا خلاص كل الكمية بتاعتنا طبعا ممكن نروش البتنجان بتاعنا ده بشوية من الملح علشان ينزل اي سوايل زيادة فيه هستخدم معايا النهاردة اضافه جميلة جدا وهي البصل الاخضر التاست بتاعه حلو قوي قوي في الوصفة دي يا جماعة بجد ما تستغنوش عن البصل الاخضر عندكم في البيت هنقطعك كده اجزاء رفنها خالص وكمان هستخدم شوية من الفلفل الاخضر الرومي سأوز كانت وحدة فلفلية كبيرة او نصف وحدة براحتكو خالص حسب الحجم المدفرة عندكم هنخلص التقطيع كل ونشوف هنعمل ايه طبعا هنقطع الفلفل الاخضر برضو بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده بالزبط احجام رفيعة جدا لان احنا هو ده اللي احنا محتاجينه احنا محتاجين ان احنا الفلفل بتاعنا يبقى شريح يروفنها انا مش عايزة انا عايزة التاست بتاعه يعني مش عايزة اصن الحجم بتاعه يبقى باين معايا هنخلص كل الكمية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالزبط ونبقى خلصنا البصل والفلفل ونشوف هنعمل ايه هننزل بقى بي البصل الاخضر والفلفل بتاعنا على البتنجان دايركت على طول ميزة المساقعة بتاعتنا النهاردة اللي هنعملها انها صحية ولا فيها زيت ولا قلية اجيب بقى بصل العادي بتاعنا الاحمر الجميل ونبدأ برضو نقطعه بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده بالزبط طبعا لو وصلتم معايا للجزء دوت من الفيديو يبقى الفيديو الحمد اللي عجبكم اتمنى طبعا انتوا تنوروني في القناة وتشتركوا فيها واتفعلهم زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد وكمان يا سلام لو شايرتم الفيديو لأصحابكم هبقى مستمتع وهم كمان هيستمتعوا معنا هنضيف كل الحاجات نيف ناي للبتنجان هنجيب بقى عندنا طماطم طماطم ديت انا بحيب استدم قوي الطماطم المقشورة دي جميلة جدا هي طماطم كاملة ممكن احنا طبعا نعملها في البيت عندنا او ممكن لو هي جهزة مكعبة عندنا كده بنستخدمها على طول او ممكن نجيب الطماطم وندروها في الخلاط وتبقى متوفرة عندنا ونحطها على طول دايريكت فوق البتنجان كده انا حطيت حوالي اربع لخمس طماطميات علشان تبقى صنية البتنجان بتاعتنا مميزة نحاول بقى بادينا كده نقلب كل الحاجات مع بعضها بحيث ان كل بتنجانية يبقى وصل لها الطماطم بتاعتها ووصل لها البصل والفلفل والبصل الاخضر كمان نحاول كده نزبط البتنجان بتاعنا انه نروسه راسة كويسة في الصنية بتاعتنا وطبعا نحن نحتاج اي صنية تنفى تدخل في الفرن بتاعنا هضيف بالزبط حوالي نص كباية من المياه وحطها زود عليها بقى شوية من الملح وشوية من الفلفل اسود والمطحون وطبعا اي بهرة انتو بتحبوها وتحبوا ضفوها ضفوها براحتكو خالص للصنية بتاعتكو يعني فيه ناس بتحب تضيف الكمون والكسبرة اتس اوكي نضيفهم انا كده التست بتاعي عايزة احس بطعم الحاجات الفراش بتاعت البتنجان واستفيد زي ما قلتلكم من الحديد اللي موجود في القشرة بتاعتها انا حطيت كمان معلقة هي من التوم انا التوم بافرومه فارمع النعم خالص باستدم معجون التوم وحطيت كمان معلقة من السمنة هقلبها كلها على نص كباية المياه السخنة بتاعتنا ديت وابدأ بقى اتأكد ان كله ده بكويس عشان اقدر اوزعها على كل الصينية بتاعتي واصب الخليط كله على صينية البتنجان احلى مساقات بتنجان بجدها تاكلوها والصغير هتعجبوه قبل كبير وشوفوا الطريقة ازاي لحد اخرها عشان تعرفوها تتسوي ازاي وتبقى احلى من اللي بتبقى مقلية في الزيت خلاص كده احنا خلصنا كل المقونات زي ما انتم شايفين كده انا بس حبيت ازود شوية من التوم علشان البتنجان بيحب التوم وهاجي بقى عليها احط ورقة من الورقة بتاع الفايل لو عندنا طبعا متوفر ورقة الزبدة احط الاول ورقة من الزبدة وبعدين ورقة زي الفايل حطتها في الفرن خلاص هبدأ بقى اشتغل على البشامل انا بحب احط البشامل زيت على ثمنة علشان الزمنة بتاعتي ما تتحرقش او الزبدة حط عليها معلقتين كده حلوين من الدي ايه وطبعا كل على حسب كمية البشامل اللي انتم عايزين تحطوها فوق الوش بتاعتي بتاعت الصنية بتاعت البتنجان على حسب الكمية اللي انتم هتعملوها انا هنحطي التقريبين معلقتين من الدي ايه مليانين معلق الطعام ويعليهم حابة ثمنة وزيت حلوين اه ادبلهم كده على البوتجاز بحيس ان هي تصفر اول ما يبدأ اللون بتاعهم يبقى ده يفتح خالص كده ما تغمقش مني ابدأ انزل بقى بالايه بالحليب بتاعي الحليب بتاعي يا حب ازا لو كان الحليب سخن بدام الخليط ده سخن ويأحط شوية من الكريمة كمان السيلة ويممكن كمان يبقى حليب على مية علشان يبقى التس بتاعي حلو جميل بما اني كده كده مستخدمة كريمة اصبت بقى الملح والفلفل بتاعي ولو حبيت احط شوية من السبع بهرات ممكن احط نصف معلقة كمان من السبع بهرات اما حاجة عشان البشاميل بتاعي ما يكلكعش مني الحليب يبقى في نفس درجة حرارة الخليط بتاعي الدقيق والسمنة يعني لو الدقيق والسمنة انا عملتهم من فترة وسايبهم وبردوا خلاص ممكن احط عليهم حليب سايق اما فيش مشكلة لو هم سخنين يبقى لازم الحليب يبقى سخن وتقليب مستمر على البوتجاز البشاميل جاهز دلوقتي والصينية بتاعتي بتاعة البتنجان في الفورد نهاية بقى لها شوية هبدأ بقى اروح اطلع البتنجان ونشوف شكله بقى عامل ازاي وليه انا محطتش البشاميل من البداية على البتنجان علشان في الاخر تطلع صينية البتنجان بتاعتي طبقات وعشان البتنجان بتاعي يبقى مستوي سوى تام زي ما قلت لكم ويبقى طعمه احلى كمان من طعم البتنجان المقلي وطبعا صحي لان كمية الدون اللي فيه مش كتيرة بتاتا هبدأ بقى انزل كده بالبشاميل بتاعي اعمله طبقة حلوة كده فوق صينية البتنجان بتاعتي وانزل كل كمية بتاعتي الريحة بجد خطيرة جدا وبتشعي جدا ورفريشين جدا منعشة جدا 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 نزلت كل كمية البشاميل بتاعي فوق البتنجان ايه احنا قبل كده عملنا في الفيديو بتاع التكفيف للشبت والبقدونس والكسبورة اخد شوية شبت كده حلوين من اللي احنا جاففناهم وابدأ الرشاف وقلوش بتدي شكل حلو وبتدي كمان تست وريحة حلو قوي للصواني اللي في دخول الفرن اخلص بقى بالطريقة بتاعتي دي نشوف هنعمل ايه فرننا كده شغال هدخلها الفرن تاخد حوالي عشر دقيقة في الفرن وشغل كمان معها الشوية بعيس ان هي تتحمر من فوق ويتتحمر كمان من تحت وصفة اقتصادية 100% صحية بدرجة كبيرة جدا وبجد بتشاهي جدا وهيحبها ان شاء الله الصغير قبل الكبير واذا عجبكم الفيديو اتمنى طبعا زي ما قطيكوا تشكروا في القناة وتنوروني وتشايروني الفيديو عشان تستمتعوا بكل جديد وزي ما بقول كل مرة استمتعوا استمتعوا